اشتركوا في القناة شاهد والتمرير السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا شباب عاملين يارب تكونوا بخير قلنا ومرحبا بكم في الفيديو المنتظر دا العادة بطلوا بقى كلام عشان الشاتات هتوصل هنا وانا مش هقفل الوي فاي معرفش لئي تعودت عن هي بتفضل مفتوحة هقفلها ثواني نكمل قلنا ايه بقى هنبدأ النهاردة ان شاء الله بالجرامر ولو لقيت الدينية تمام والفيديو مش مطول هبدأ لكم بالقطع اقولكم مسلا الدينية تذكرواها ازاي تتصبطوا الدينية فيها ازاي عشان نبقى برضو ما سبناش اي حاجة طبعا بالاضافة لجهوز المصطلحات اللي انتو هتحفظوه يعني ما فيش اي حاجة عاملة وقريد انا كنت شرحها اصلا قبل كده برضو وفيها حاجة انا بقى جاهزها يا رب بس تنفعها لو نفعت يبقى الدينية تبقى اسهل معاكو يعني يلا بنا نبدأ ولو اني عارفة ان الفيديو ده هيساعد بتاع الكورسات عشان بشرح لكم قبلهم فروض كان هم ينزل لهم الاول بس ما علينا انت دايما في حاجة بتشرح لكم معرفش ليه فيعني ربنا هيصدر هلقاهم جايل للبيب طيب بص يا شباب اول حاجة هنتكلم عن طبعا الافعال دي انا عايز اقول لكم على طول اللي هيجة في الامتحان عشان نخلص عايز يقول لي ان دي بكل افعال الرئيسية يعني ايه دي المين طبعا عندنا بيبدأ باية تفرع ان احنا عندنا ايه ام و از و ار وزوير وبين طبعا ام و از و ار ده مضارع وزوير ايه ماضي وبعد كده بين ده ايه التصريف التالي بقى تمام كده طيب يقول لي طبعا واجاب لي مثال انا مش عايز اكو تاخدوا الامثلة ولا تاخدوا اي حاجة احنا ناخدك واحد عشان نخلص انا كده خلاص حرفت لي اول حاجة طبعا هو انا بيقول لكم اول حاجة انه بيقول لي عالي بيكون صديقي تمام هنا حط ايه طيب بعد كده النيجاتف يا شباب بنفي بيه بيه يعني اول از انت تمام خلصنا اه بنا كده دلوقتي يا شباب عشان تركزه هيجي لكم اختيار عادي مش هيبقى فيه اي مشكلة يعني عشان عرفك اقاليين بس والله هيجي تمام ما تيلوش فاحنا كده اول حاجة مطلوبة ان انا عرفها اعرف انه بي منه ام و از و ار في المضارع وزوير في الماضي وبين التصريف التالت لما باجي تكون جملة باجيب الفعل وبعد كده الفعل المساعد اللي هو از مثلا وهكذا فيبع مثلا ايه زي مثلا مثال ايه علي اس مي فرند تمام لما جام فيه حطوا نط بعد ايه اس او ار او واز او وير و حاجات ده كلها تمام كده لما جاس قال هبدأ بابيوم هبدأ بام و از و ار دول و وزوير واجب بعد ايه فاعل فمسلا اقول ايه اس علي ايه يعني هل علي بيكون صديقك تمام كده ايه كنت في حاجة ايز اقول لها عشان انت بتغلطوا فيها يا شباب انا دائما الجملة لازم يكون فيها فعل لازم يكون فيها فعل دي حاجة منتهية انها الوقت مينفعش فيه ناس ببصة لها قلبة الانجليز كده في حاجات مش عارفة بقى لكم ازاي بس خليناها هتاجي معانا واحدة واحدة طيب بالنسبة لهاف فربته هاف عندنا منه هاف وهاز وهاد في الماضي هاف وهاز كده مضارع تمام واحدة جامعة واحدة مفرد وهاد للاتنين في الماضي تمام كده طيب لما باجي ايه شباب انفي فبحط ايه بقولش هادنت وهازنت والحاجات دي لأ ركزوا عشان حيطة لي مهمة اوي 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 بقول او دازنت او ديدنت يعني ايه برضو يعني شباب هقول لو انا دلوقتي هانفي خلو بقى لكم دق عشان تبرضو تركزوا معايا دونت ودازنت وددنت دايما بعديهم مصدر دايما بعديهم ايه مصدر فدايما هياجب بعديهم هاف يعني ايه يعني ايه دلوقتي لما اجي اقول شي دازنت اقول شي دازنت هاز ما عشان شي ما هي شي مفرد فحط لها هاز اطلاقا اطلاقا يا دكتور هنا دوقتي دازنت فقريدي لازم بعضها مصدر فتبقى هاف دي حتة بتحير اوي بتجي في الامتحانات وفتكروني وانتو بتحلوا تاني 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 قلنا لو جاه قال لي مثلا هي اقول هي دازنت هاز اصلي هو هي فحط هاز عشان مفرد لا ما انت جبت دازنت خلاص نابت او 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 بتدل لك على ان دا مفرد افر الباب بتدل على ان دا مفرد فخلاص كده خلصت فلازم بعد دازنت او دونت او دونت او دينت مو او مصدر تبقى هاف تمام اما لو هو جامع يعني مثلا هي مش ولا هي ولا الحاجات دي ولا يكون مثلا هي وي خلاص يبقى وي هتجيب دونت تمام دونت هنا هتشير لك انه هو جامع خلاص خلصت ولكن بعدها برضو هاف يعني هي دونت هاف هي دازنت هاف ووي دونت هاف تمام كده هاف ثابتة مواصدر عشان حيطة دي مهمة برضو لما هاجه هاسأل لما هاجه هاسأل هاسأل بمين بدو داز ودد الله او والله وتجيب الفاعل وتجيب هاف يا عم اي قلت لك زي ما لسا بقول لك دو داز ودد نفي او اسبات دايما بعديهم ايه مصدر خلصت بتبقاش تنسى تدخل لكورس الانجليزي عشان كورس الانجليزي هيفيدك قوي لان انا عارفة ان انت بتضيعه خاصة في الحلقة اللي لسا اله دي تمام طيب دو داز ودد عننا طبعا لو جيت مسلا اقول ايه هي داز هزورك هونستلي تمام هو بيعمل العمل بتاعه بامانة هونستلي اي داد مايبست انا باعمل اللي علي مش حيزة امسي لسا ما انا قلت بس هو لما اجان فيه هاجيب دازنت ودنت وبعدهم ايه اوه اللي هو مضرر البسيط حادي او المضر البسيط دي انت يعني واجيب بعدهم المصدر خلاص خلصنا مش حيزة حاجة لما اجي اسأل لما اجي اسأل دو داز ودد ومين والفاعل بعد كده المصدر طيب اللي تستخدم ايضا هزي الافعال كافعال مساعدة احنا قلنا الاول ان ايه افعال ايه اساسية يعني وعنفنا يعني افعال اساسية سواء نرجع سيكدا. كيسه معي قوي قوي قوي. لما جانا نتحدث عن بي وها فودو قلنا بأنها تكون افعال رؤوسية في الجملة. يعني ما عندي افعال رأسيه يعني ما عندي غير هايه دي اللي موجودة في الجملة بس. يعني مثلا جملة زي دي. لما جانا هنا قلنا هالعليس بيكون صديقك. هو هنا بس عندي فعلا تاني غر از? لا. مثلا زيار ماي برازرز عندي فعلا تاني غر ار? لا. فهم افعال ايه رئيسية اساسية فل نفس الحوار هافو هازو دول حاجات دي ما كانش عندي اشيها يا زكار عندي فعل تاني غير هاز لأ خلاص بما انه لأ فاحنا دول افعال اساسية لما استخدمهم كافعال مساعدة يا شباب بتكون في الازنين والاساس والسؤال والنفيس ازاي برضو قولولي افاهموني اقولك مسلا سؤال زي هنا وي ايه ار سطادينج وي ايه ار سطادينج بالله عليك يا مؤلم منه ويا مسلم منك ليه عندنا كم سواء كم فعل هنا هتقول يا دي ار ده فعل والصدي فعل تاني او صدي تمام يبقى كله على بعض الفعلين دول مع بعض الدوني زمن المضارع المستمر او از وارز او او زائد الفيربا اي نجي المضارع من المستمر يبقى دلوقتي مين هنا الاساسي اصطادي طب ومن المساعدة ار خلاص كده الاساسي الاساسي استادي والمساعدة ار تمام لو جينا نقول هنا هافو هاز و هاف وهاء او هاز و هاب زائد البيبي الديني زمن المضارع التام او المضاء مدرع تامي بها او هازو البيبي وموضي التام هادو البيبي تمام جدا جدا اكتر حاجة اصلا ببقى عشرقها فعلا وبحب اشرحها الانجليش بس طبعا لو جاء خيارونا هتبقى دكتورة ايه مهاما وبقاش دكتورة انجليش لان المادة سهلة فهاش محتاجة ده كترة طيب اه او هي مش سهلة هي صعبة بس احنا مبنية طعم مقشا في احنا بناخد كشور لا مش كشور هي في اي اي طيب مش عارفة دي مش مادة بجد اللي عندنا ده مش انجليزي طيب فاحنا يا شباب هافو هازو البيبي اريد لو جينا هنا لو عندنا كم فعل هاز ولوست تمام هاز ده ايه المساعد ولوست ده الاساسي فهو كده بيدل اللي عنده ايه مضارع تام هو كده فقد المفتاح بالتالي وطبعا لسه هناخد بقى الدلالة على المضارع التام ايه وامتا قولي استخدم مضارع تام امتا استخدم مش عارفة ايه واجهزة كل الحاجات دي بس انا بفاهمك وامتا بكون اساسي وامتا بكون مساعد اساسي لو ما فيش غرهية في الجملة الوحدة ومساعد لو جاي معاها فعلي تاني اساسي زي ايه الافعال الافعال العادية بقى بتاعتنا لو وورك وإيت ودرينك والحاجات دي كلها فاهميني طيب دو وداز وديدنت ودازنت والحاجات دي والمصدر مثلا بقى ايه ايه اللو المضارع البسيط بقى والماضي البسيط لو قلنا وشغال في المصنع تمام النافي دازنت وورك تمام حاطنا حاطنا نوت والكوشن هجيب الداز في الاول او دو او دت بعد كده الفاعل وبعد كده وورك الوال فاعل الاساسي وانا طبعا دايما بعدهم ايه مصدر مصدر دو احفظوها كعبة جايين سؤال جايين نفي جايين اسبات دو وداز ودت مصدر خلاص كده طيب لنافي اي جملة فيها فاعل مساعد او فاعل ناقص بتحط امتا بتحط تعمل ايه عشان تنفي اي جملة اذا دعي لاناقص الفاعل مساعد او فاعل ناقص شباب فاعل سا احنا نسائل لهم حسنا الناقيس بقا مثل ei صوري الاي قد كلها دي كده كلها مواقص تمام؟ طيبayan من حرورك احطهmund بعد الفاعل المساعد او ناقص ده خلصت محدش هيجي بالك كده بقى في الاختيارات هي هي از انت رايتنج هي از رايتنج نوت وقالتها طبعا هتكمل بقى الجملة هي نوت از وهكذا هيلغبط لك لا فانت قل لك والله عشان تنفيه اي جملة بتحط نوت بعد الفعل المساعد خلصت لنا في اي جملة بها فعل مساعد او ناس كما في المدارة البسيط او الماضي البسيط هتحط داز انتو دونت عشان هنفي موضع اي انا هنفي مين هو انا كنت عايز ان في اي جملة فيها فعل مساعد او ناقص خلص خلصت زي مثلا هي از رايتنج لتر اما هنا يا شباب ده ايه هي وينتو تو كيرو ثانية بقى اركزهم هاي قوي 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 عشان هنا مهم هنا عندي كان فعل يا شباب هو فعل واحد ايه هو وينت ذهب صحي كده ذهب للقاهرة تمام وينت ده ايه لو جينا نحلله هنعرف ان ده ماضي بسيط ماضي بسيط يعني يعني لما ايجا فيه هجيب وحط لها بعدها نط يبقى وطبعا لسه بقول لكم ان ديدي انت هيجي بعدها مين الفعل في المصدر فهتبقى وانت هيجبالكو كده في الاختيارات اطلاقا استبعدوا اصلا وانتو بتحيلوا الانجليش في نقطة مهمة اصلا يا مفروض تتبقى ماشين بها في كل مابدأ لا استبعاد ديما استبعد وانت بتحيل خلاص ده هو هنا جايب لاربع اختيارات اول واحد مش هدينفع لي مش هدينفع ده جايب لدو انتو بعدهم ااا ماضي بسيط يا عام لا لازم مصدر تاني واحدة مش هدينفع لي ده جايب لي دو وجايب لي الفعل ااا من غير اس ديبقى خلاص مش هدينفع ده جايب لي دو وجايب الفعل في اس يبقى خاصية الرابعة فيه انتو الحوار هو كده يعني الموضوع سهل والله مش صعب بس انتو تشغلوا الجمجومة شوية طيب نكمل احنا دلوقتي قلنا ان احنا ايه ده ماضي بسيط عشان وينت ومعنديش غير فعل واحد ركزوا هنا كان عندي اتنين كان مضارع مستمر فلما قمت ان فيه الاصل عندي الفعل المساعد موجود اما هنا ما عنديش غير فعل اساسي فهاتلي بقى فعل مساعد وحطيلي النط بعده من هو الفعل المساعدة هيبقى خلاص خلصت تمام كده للاجابة على اي سؤال اجابة مختصرة طبعا مسلا ايه ديديو اه طبعا الفروض قالك على طول هجيب هل انت بتعمل كزا مش حارفة ايه كده على طول اه نو اي هافنت وهكذا فاهميني فعشان اجواب على اي سؤال ده برضو بتبقى الاجابة المختصرة هنا ازاي مش مهم اقوي بس خلوكوا عارفينها الشرطة يا شباب بجيب بقى على طول يعني خدوها مكسن عليه وخلاص مش لازم مش لازم تطعمك واو تدرس لقد نفسها طيب تجيب ايه انفيس عشان دي تأكيد مهمة قوي بتاع التأكيد دي مهمة قوي 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 وجلنا كان جايب منها سؤال وهتجيلكم ان شاء الله برضو منها سؤال مهمة جامد عشان عمل الله كبير عزة لله عشان اعمل تأكيد يا شباب اي هجيبنا ايه بقى هنا قالك اي دو بليف وات اي دو بليف يعني انا مسدقك مصدقك قوي انا مصدقك قوي ماشي معناها اي اه بسمع مركز قوي انت يعني انت الوقت بتسمعني وانت مراكز معي قوي أو انت بتسمع ومتأكد بتأكد يعني. تمام كده؟ وهكذا بقى. اللي انا عايزة اقوله ان انت في الحالة بتاع التأكد دي بتجيب دو ماشي? او درس على حسن طبعا فاعل لو هوا جمعة هتجيب دو لو مفرد او شيء ماها هجيب ايه? او درس تمام كده؟ وبعدين هتجيب ليه فعلا فالمصدر. يا عمي ليه؟ ما هو دو و درس احنا قلنا خلاص اتفقنا في اي حاجة بعد دو و دز و دد مصدر تمام فخلاص كده ايه ولو عايز تأكد في الماضي على فكرة هتجيب دد عشان تبقى واخد بالك ولو اكد في المضارع دلوقتي يبقى هجيب دو و دز ماشي ولو عايز اكد في الماضي يبقى دد خلاص يبقى انا دوقتي عندي فعلان في الجملة دا اسمه التأكيد لما اقول لك مثلا انا بذاكر كويس اي دو سطادي انا بذاكر انا بذاكر اوي يبقى خلاص اي دو سطادي دا لتأكيد جبت دو و استادي انا بذاكر خلاص او شي استادي هي بتذاكر تمام او هي استادي او بيدرس او بيرسم او او خلاص 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 لا دا هو عشان التأكيد هحط دو او ضز فهمتوني طبعا عشان اتكرر عشان اتجنب اه هقفر بس الاول حد اما الازان يخلص و دا كه يكمل بكمل يا شباب لو سمعتوا علاقة بتقول لكم ايه بتقول لكم الدكتورة دي بتشتم عشان كنت بشتم علاقة دلوقت وماما الصبح مش عارفة برمي اشر قصب وبتقول لي انت بترمي فين فبقى لها برمي عا يعني ايه يعني ما عادي برمي يا جماعة ما لما تعين بقى لو تعينت يعني ان شاء الله هتعملوا في ايه بس طيب ماشي اه انا دلوقتي توقف ادريبيتنج ووردس او فريزيس العبارات دي او الحكاية ده شانت اجنب التكرار يا شباب شانت اجنب تكرار كلمة هو بيحب الشاي والقهوة وعايز اقول بقى وقته بتحب الشاي والقهوة هاعد اقول ان دي سستر لايكز تي اند كافي مش يخرب باتي الانجليز واللي عايزينه لا الانجليز بقى حلو في كده قال لك ايه اللي اند هالسسترا دستو بتعمل نفس الحكاية اللي هو بيعمله تمام طيب فده عشانتا أنا بتكرر رخلا دستو على طول بتعمل نفس اللي احنا نسألوينه في الاول بتحب بقى بتكره وهكذا ايه خلاها اسنتي. على فكرة المزال ده هيجي لكم منه سؤال. افتكرت هيجي لكم منه سؤال. تمام. اقول ايه? اسنتي. لو نفي لو اسبات هتجيبه انت نفي. يعني اس تبقى اسنت. دي دي تبقى ديد. خلصت. انت بتشوف الفعل المساعد الموجود عندك وتروح تحوله. لو هو موجود نفي تحوله باسبات لو هو موجود اسبات تحوله بنفي. وهيجي لكم ادفع متفاهل. حاجات دي كان بيحور ايام السنوية. يعني يا راتي لا يعني فيش الكلام ده خالص. طبعا ندخل بقى. او الحاجة استخدامه مش هايزة الامثلة اللي جابها فوق دي دي. عايزة بيقول انه بيعبر عن عادات متكردة. حلو. احنا عايزة عرفها لطول مش هايزة اي مش هايزة اكرا انجليش. تاني حاجة. اه يعني ان عادات متكردة بسولي شيء الويز جيتس اي. هي دايما بتصحصها تمانية. حلو. اه طالب دمريد دايما متهان. عادات متكردة. ماشي. كلمات ده على المضارع البسيط. ايه بقى اولويز وقف الحاجات دي العبيدة بتاعت الزمان دي. طبعا تاني حاجة. نقول الحاجة عادات متكردة. تاني حاجة القدرة. يعني ايه? سامي بليزة بيانو. سامي بيقدر اي 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 او بيعرف يعزف على البيانو. هو عارف ازاي فده القدرة. فده مضارع بسيط. مش مهم اولي عشان محتش يحفظ اللي ده بالمضارع البسيط. بقى هستخدمه عشان عادات متكردة. لا هو هيجي لك السؤال وهتعرف تحيله. مش محتاج العبط ده كله يعني. تمام? مسلا وصف مهنة. قل علي بيكون مدرس. خلاص. اي شباب اي مدرع بسيط. انا بس بشرح لكم. عشان يعني تكون الدنيا أسهل. ولكن مش محتاج ان تحفظ اليسج بتاع الزمن ده اطلاقا يعني. طبعا عشان وصف مسلا ايه? اه نشاط معين. بولد مسلا وليكن. اه يعني هي بتمطل هنا مسلا. وهكزا. دوفز بارك الكلاب بتنبح. يعني حاجات بوصف حاجات حقيقية او موجودة فهميني. طبعا ايوز فور اه اميوبال افينتس. او مسلا ايه? وين از هاي تايت? وطايم از فوتبول ماتش. مسلا عشان اقول موعيد او حاجات وهكزا. اه او افينتس بتكون سبتة رايح فين. طيب الاحداث سبتة يعني. طبعا عشان عبر عن حقائق. والله العظيم المية بتغلي عن دمية. خلاص خلصت. حقا افاميني? يعني اقول لها حاجات سهلة مش محتاجة حاجة. طبعا ايه الجدوى الموعيد لكترات وقلت كيف الباب والسينما والحاجات دي. عارفين دي بس دي بتبقى اكتر اللي واستخدامها مستقبل. لسه ناخدها تاني في المستقبل. فلو القطر هيوصل او. مش هقولها او. لا او انا ده هيوصل في معاد محدد. فانا هنا باستخدم المدارع البسيط كمستقبل. فاهميني? فاقول هي بترجمة هيوصل بس بكون زاترين ليفس. مدارع بسيط خالص اهو. فاعل وفعل مضاف لي اس او اس او اس لو هو مفرد. ومصدر لو هو جمع. فاهميني? خلاص كده? طيب. اه. الفاعل المساعد سيجب ضز او دو. بعد كده الفعل. بعد كده الفعل فى المصدر. لو اسأل بادات السفام بانه او اي ادات السفام او او عاطل الحاجات دي كلها. وبعد كده احط الضز او بعد كده الفعل. بعد كده الفعل وان فى المصدر. و خلاص على كده. اه ما تخيل لهش الاسئلة تحت الحاجات دي. انا مش هعيز اك تخيله اكتر من الاسئلة لاختياري اللي برة. تمام كده? خلاص كده. طيب؟ عندنا ده بيكون من المضارع المستمر الفاعل واموز و او او ار و الفير باي ان جي خلصت مش عايزة ايها مثلة عليها اجاب لكم بس اللي انا عايزة اقوله انا اكشن هابين جات اه طبعا هو اسمه اصلا من اسمه مضارع يبقى بيحصل في المضارع حاليا ماشي مستمر يبقى شغال دلوقتي انا بتكلم خلاص كده شغال دلوقتي انا بتكلم دي هو الحاجة بيحصل في وقت الكلام تاني حاجة تيمبراري حابت عادة بتكون مؤقتة يعني هي زي دينج اا نوفل سي زيز ديز هو اليومان دل بس اليومان دل بس فهو حدث شغال اليومان دل بس يبقى مضارع مستمر تمام هابت شغال اليومان دل بس بيقرأ الرواية هو اليومان دل بس بعد كده هو اصلا مش متعاد على كده مش يقرأ تاني خلاص كده انتو مثلا دلوقتي بتذكروا انجليش اليومان دل بس مش هتذكروا انجليش تاني خلاص كده هتذكره في سنة تانية يعني بس بتكلم في المجمل طيب النورمالي اي مش هايزة الحاجة دي كلها. انا اخذ الاطر عشان اشتغل مش عارفة ايه ورغي الفاضي مش هايزة حاجة. طيب تتكرار العداد او حاجة بتحصل. عايزة مسائل على طول. هو سيارته او عربيته يعني دايما بتضعطل. خلاص مش دا حدث عشان اقول لكم حتة مهمة اوي 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 هنا. ده فيه وفيه از وفيه فعل في هينجي. اه مش دي بتاع المدارع البسيط حلو بتاع المدارع البسيط. بس انا ماليش علاقة. هي هنا جاي عشان تقول لك ان الحدث بتاع المدارع المستمر اللي بيحصل دروقتي انت بتتكلم او بيحصل وانت شغال دروقتي الحدث شغال بس بيتكرر على طول. افن وعادي هتلاها موجودة والحاجات دي كلها. ليه? الحدث دا بيتكرر وهو عربيته دائما بتقف خلاص خلصت. ما تلقيه قوي ما تغيركهش الويزا اللي بتاعي موجودة تقول لها. يلا مدارع بسيط ايه ده على نفسك كده ويركز. ايه اي ايه 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 اه 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 يعاني شباب ايام تريفالي ترافلينج تولندن وتمرو. هوا نفس الحوار نحن quaisنا بنستخدم مين المدارع البسيط في المستقبل عشان اقول ايه جداو الموعد سابت اطره هاجي الساعة كذا المش هيتليعب يشعر فاقي عندي وكذا كنت واستخدم ساعتها مين المدارع البسيط في المستقبل نفس الحوار هنا هتاخده المستقبل دلوقتي تركزه معي المدارع المستمر برضو هستخدمه في المستقبل لما اقول ان انا عندي حاجة انا هعملها بكرة بس الحاجة دي انا بكون خلاص خططت لها يعني مثلا دلوقتي هسافر لندن هو انا ينفع سافر لندن. غال لما يكون جاهز التزاكر وحضرته شو نقطي ده خلاص كده. يبقى المستقبل مستمر برضو هستخدمه في المستقبل بس في حاجة انا نرتد وخلصت. طيب يقول لي يا رب تكونوا مركزين معايا. موضوع مش صعب. مهم اوي 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 تركزوا في دول. اوي تاني اوي تاني. ما ركبنا عشاني. طيب. بعد يا شباب الافعال ما بتجيش في المضارع المستمر. اه. الافعال التفكير. انا بفكر. انا بعرف. انا بعتقد. انا بسدى. افعال التفكير او. مش لازم حافز. بس تكونوا قرئنها. خلاص هتلاقي الموضوع سبت. ومو مش هييرخم ومش هيجيب حاجات رخمة زي السنوية. كمان افعال الشعور. انا بحب. انا بقرأ. انا عايز. انا مش عايز وهكذا. طيب افعال الملكية. انا عندي. انا ما عنديش. انا اونا. انا بلوق وهكذا. افعال الابورتنج الاخبارة. وان انا بقول. انا سي بقولك. انا بتل. انا بانصر بجاو وهكذا. افعال الايه البرسيبشن. اللي هو بها انا بسمع بشوف. اعتبر زي الحواس الخامسة. بعض الافعال التانية. مش معاملهم لحاجة. او ما لهمش مجموعهم معانا. افعال كده او خلاص. لو اكوست يتكلف. ويت يزن. كبير يزهر. مش حالف ايه وهكذا. فعرفوهم وحفظوهم اوي يا شباب مهمين اوي. ما بيجوش مدرع مستمر اطلاقا. تمام كده. خلاص. طيب بيقولي بيقولي ايه. اي سي يو. كنت لسه اكمل اغنية. حلو ان انا الاسكت. اي سي يو. او اي كان سي يو انا مش عايزة دي. تابعا دي امثلة وانا مش اه. زي بروسس ان مش عايزة منهم حاجة. بس انتوا خلوكوا عارفين اللي انا قلتهم فوق. طيب الباص سيمبل بايا يا شباب. طيب عايزة منه ايه بسرعة عايزين ان نعرف اه التكوين وعشان نخلص. هي ضايد الاف و تسعمية وعشرين مش عارف ايه. طبعا بتتكلم طبعا هتلاقوا جايب لكم تاريخ قديم لاتصالب هاي بوط زيسكار جيرماني يبقى الوقت اشتريتها من المانيا او من جيرماني تمام فخلاص حاجة خلصت اه نوت زي ريجول الباست اس فورمد باي ادنج ايه ليفدو الحاجات دي يعني التصريف الثاني منها بط نوت اه اندنج اي اد اي اد اي اني يعني انا عايز اقولك يا شباب هنا في افعال بتنتابل اي دي زي ليفد دي وكذا في افعال بتنتاب دي بس زي ضايد سيفدو هكذا يعني بضفلها دي سوري مش 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 بتنتاب دي عشان انتو كنون مركزين يعني اصلا اخرها اي فاهمني يعني ضايا موت والله الفعل اخره اي اخره اي او خلاص انت لما تجيب منه الماضي هتحط دي بس تمام اما ليف ماشي لا مش ليف عايز اجيب لكو حاجة تاني اه عايز اجيب لك ايه تند مسلا تند تند يا شباب اخرها دي خلاص خلصت بضيف لها اي دي تند تمام كده طيب ايه بقى ايه بقى لما اجيب لما اجيب انفي هتبقى طبعا الفاعل ودد انتو والمصدر خلاص ولما اجيب اقول السؤال هتبقى الفاعل والمصدر تمام كده اعرفوا التكوين طبعا مش هايزة الاسئلة دي مش هايزة منها حاجة النايجي بقى لإيه ليه ان انا في الوقت باستخدم اول بصد كنترن السنس بقى لي الفاعل وزوير ومين ماضي مستمري ركزوا معي قوي ماضي يبقى وزوير مستمري يبقى فير باينجي عشان ما تنعودش تلعبط في الامتعال مضارع يبقى هتلاو دايما امو ازوار وهكذا دا لو مضارع مستمر هتلاو بعد كده هو مضارع بايه امو ازوار ماشي ودو وضز خلاص كده دا المضارع لو قلت مستمري يبقى هتلاو بعد امو ازوار الفرب اينجي ولو قلت مضارع بسيط يبقى هتلاو دو وضز وبعد دوهم مثلا ايه الفرب ببقى لحسب يعني لو دو يبقى مصدر ولو ضز يبقى بعدها ايه وضز برده يبقى بعدها مصدر بس اقصد بقى لو هو يعني لو هو مفرد هتلاو الفعل في المضارع البسيطة يبقى مضاف لي اس او اي اس وها كذا فاهمني اه بس فعشان مش عايز اكت لغبطه يعني عايز ايه بقى تاني هنا اه طبعا اه ممكن اتستخدم ويل من ضمن الحاجات اللي اتدل على الزمن ده وقازوا الحاجات دي كلها اه اه زباست اه بس اطلع عشان اصف اه اه انكمبيت اكشنس يعني مسلا اقول انا قرأت الكتاب ماشي اه اي ريت ات اول انا قرأت الكتاب ده كله فاهميني انا قرأت الكتاب عن فارس وقرأته كله اه ماشي فالوها عشان استخدم الزمن بتاع الماضي المستمر حاجات كانت سواني بس احنا لما قلنا الوقت واتكلمنا على المدارك المستمر قلنا ايه قدنا انه ده حدث شغال حاليا حالي وانا وقت ما انا باتكلم وقلت ان يافع انا فيه اولويز وو Yuriz وقفن الحاجات اللي بتاعتي مدارك المدارك دي كم했습니다 الله حلو فلما اجي اقول الماضي مستمر يبا اوروبية دي كانت حاجة شغالة في الماضي وكانت مستمرة حلو كده كتت حاجة شغالة في الماضي وكانت مستمرة فمن ضمن استخدام برضو الماضي المستمر يا شفى ان انا ممكن عشان اوصف حدس وقول ان انا عملت الحدس ده كملت كله ذاكرت الكتاب كله خلصت كله كرأته كله وكذا زباست كنتين والستنز لازيوز داو اكشنز ان برو جرس ايه ايا ايواز隔باست ايه الساعة سبعة كنت باخد الطعام ماشي يبقى عشان اوصف برضو حدس كان بيحصل في الماضي وتواخد طعام بالظبط كل يوم الساعة سبعة فهمني فهو ايه دا كان شغال في الماضي هتحسوا ان الموضوع صعب بس في الاسئلة هيبقى اسهل الشرح يختلف عن لما يجي لك سؤال وتحله فما تقلوش وانتو قربت قبل كده في الميد يعني يعني عايز الشباب يقول لكم لما الشمس كان بتطلع كنت انا بابقى ماشي في الطريق يستخدم التعبير عن عادة كانت تطوير انتظام في الماضي لما قوله يوزدو بلي تنس شباب كان معتاد ان هو يلعب تنس قبل ما يتجوز قبل الزواج حاليا انا مبقاش بلعب تمام كده ايه هاتف بقى كده. انا دit وقت متعود اعمل حاجه ديتا دوات ما بقيتش بعملها ده الفاعل ماصدر فتكروا بعدها ماصدر ماشي ماصدر انا كنت متعود اعمل الحاجه دي دوات ما بقيتش بعملها اي عادي ما بقيتش هاي خفشها الان اقف اي 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 اخلا ل гديد لا ا chezك اضحرك كن في نفي او يقول لك اللي بيسويها هتبقى اي 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 ده مزبط نا نفت هنا مزبط اي هي اي ده مزبط اي 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 رسعار اي رسعار في اي اي فهو خلاص لا اي اي ده انا لم اعد ادخن اي اصلا بعد اي امام في الترجمة اي شي دي دي درينك كافي اني مور ام تشربش القهوة تمام على ايات حال شيدوزن تدرينك كافي اني مور على ايات حال مش هتشرب القهوة تمام الفاعل ام اوزوار يوزوتو وات وات انت رسا عمالة تقول لنا اني يوزوتو بعدها مصدر تعال يا باشا تعال عشان ده هيغلطك بكر في الامتحان تعال افتكر كده معي هنا ايه هنا كان فيه فاعل مال هنا في ايه ما هنا فيه فاعل بس جابلك ام اوزوار واحنا عارفين ان ام اوزوار على طول ورهم فير باي انجي خلصت فلما اجا اقول لك يا دكتور منك لي هي يوزوتو هيولك بقى والله هتجيلكم منها سؤال هيولك بقى هي اس يوزوتو بقى فتكروني وانتو بتحلوا على الفكر احنا انا يعني شغف كل مواد معاكو هي اس يوزوتو هيوزوتو يقولك جو وانت جوينج اولنا اوزا على مثلا وهي مضارع مستمر خلاص من عندي اس اس هتجيلكم هتجيلكم يا شباب اس يبقى بعدها ايه فير باي شينها uعل opposing 디 آمم طيب لما قولتي هي ايه ايه اي ايه اي ايه اسا يوز تو انفيس مسال اقول اي استير ريممبر show beautiful she was انا مازلت مفاكر هي كان يعني جمالها كان ازاي. تمام كده فده لما استخدم استيلي يعني طيب البرزنت بيرفكت فعل هافو هازو البيبين. مضرع تام. تمام. ام في يبقى حطوا نط يبقى هازنت او هاي او هادنت. طيب اه عايز اقول ايه? هو ليه ان انا انا اضعت نت ما قلتش هاف ولا دازنت هاف. انا اقلت لكم والله ان هنا هو جاي فعل مساعد مش زائي اساسي. لو اساسي وما فيش غيره في الجملة. فلاسل ما اجيب له شكل ببارة فيه. لازل ما اجيب حاجة اضعه نت. الي هي نت اي? احط良 ايه? احط نت عندي. لانه لان هي نت. لانها تتحط عند هافنت. لما كان انا عندي حاجة تتحطي فيها نت. لكن لكن ده لانك ده لا كانيش فيه غير فعل واحدل وحده. يعني هاف بس يا لما جودت في الجملة وحده او هاس بس هو فعلا اساسي لكن انه هو جاي مساعد عندي في بي تاني هو فهم في هافو هاز عادي تمام كده اه عايز اقول ايه السؤال السؤال جايب لي اه هي او شيئت هز ايه هز يعني بقى المفروض دلوقتي كده ايه او ايه او ايه او هي هاز فينشد او هي انهت الحاجة دي مسلا كده جبنا الفاعل وهاز وبعد كده تصريف التالت حلو لما اجي اعمل سؤال هتبقى هاز ماشي هي فينشد طبعا كده ومسلا واجب لي هاز وهي وشي وقت بقى على حسب الايه المفروض ولو جمع هيبقى ايه وهكذا طبعا استخدامه بساستي تون اكشن كونتروز زيت وزا بريزنت هي هاز على الفكرة انا بكتشف معاكم كتاب زي زيكو حرفيا يعني السناه دي كلها انا خلاص اشرحي انها كذا بفتح كتاب واجه اشارحة ماشي يلا على بركة الله توكلنا لكن السنان اللي فاته كنت لازم افتح واشوف انا انا اشرح ايه واشا ادوات المباشر عندي وقت والله هي هاز لفت ان كايرو فورتين يرز بكتشف معاكم الدنيا يعني اه هنا يا شباب هو هنا جبنا مين جبنا هاز تمام عشان هي بعد كده تصريف التالت خلاص انا عايز عشان اختار مدارع التام عارف ان ايجيب لكو دي فورتين يرز فور مش عارف اي فور وحاجة يعني مدة خلاص كده طيب ايه بقى تاني انا بجيب لكو المهمة اللي لازم تركزوا عليها زي ريزولت افزا باست اكشن از امبورتانتي انزا بريزنت ايه شيز بروكن هي رجل جيرو قصرت رجلها ماشي بقى لما جول هور هي رجل اس بروكن ده ايه بابن المجهول تمام رجلها كسيرات الان خلاص كده فجبنا ايه اس والتصريف التالت اركزوا ايه جلس طيب عايزةقول ايه زا طايم بيفرatoreنسي ان قلوتOزا woди ايه Hi theirement he has been él مش عايز حاجة دي كلها this weken finches when we meen in my whole life我們 don'tき在 인� optimum space يعني بيقولي الحتة دي مهمة ايه بقى بتاعة دي مهمة جدا يا شباب يعني هو هنا بيقولي مثال ايه يعني هي لسه حالا ايه ما خلصها اللي كان بتكتبه ايه فيبقى ما يقولي بتساوي ايه بقى يبقى اللتر واس طيب بتقولي ايه شورت طيبه يعني منذ فترة قليلة يعني ده لسه حالا خلصان وخلوا بالكم من مكان جاست جاست بتاعجي بين مين بين هاف وهاس تمام كده ايه تاني بقى ايه تقول زيوز وز ايه فور وسنسلسللل للكو فور فوق وخدوا خدوا معها سنس بقى تمام طبعا فور بيتستغضب عشان فترة محددة من الوقت فترة يعني قول فور بقى وقت مثلا او فور زالست ويك مثلا فور ايجيس ايه تاني بس ما فيش حاجة تنا انا عايز اقولها هنا طبعا الاكسارسيز دي عدوها ايه ممكن تحلوا انت لو فاضين عشان تتضربوا بس مش اكتر عشان تعرف ان الموضوع سهل يعني البرزنت بيرفكت كونتونيوس الفاعل وهاف بين والفيربينجي تعالوا اوهاز بين برضو عايز اقول لكم حاجة احنا قلنا ايه بريزنت مضارع يبقى هاف بيرفكت اللي هو حاجة تام يبقى بين تمام كونتونيوس يعني مستمر بيربينجي انا كنت بحفظهم كده بجد والله عشان الموضوع بيبقى ريخم فلا خلص هو بقولك مضارع يبقى هاف اوهاز تمام يعني هاف اوهاز هاف جامعه وهاز مفرط تمام بيرفكت ده تام يبقى بين للاتنين ومستمر يبقى فيربينجي خلصت مش هتمساها هتنفي بقى تحط له نط بعدها فاوهاز خلصت برضو خلي بالك نط بعدها فاوهاز مش بعد بين عشان ما تجيش برضو تحتار كمان هبدأ سؤال يبقى هاجب لي هاسف الاول هتعمل مص خلصت تمام كده وي وانتو توانفيز زيز ايه ازا اكشن هايها هايها هيه انا بايستخدمها عشان عايز ااكد يا شباب ان تعمل مستمر خلاص كده الزمن ده رخم مش عارف شرح لك ولا بس انا اعتبر شرحت لكم كل اهه. الواق انكوركت وكوركت اي هاف بين وانوينج ليه ليه طيب هير اول ماي لايف طبعا جاء لك الصح ايه. اي هاف نون. واط. واط. يا شباب مش احنا لسه يليم فوق. الافعال دي مبنو ويعرف وافعال السينك والتفكير والحاجات دي السينكين والحاجات دي كلها. ما بتجيش مستمر في اي حاجة. ما بتجيش بقى مضارع مستمر ولا مضارع تم مستمر ولا ولا اي ولا ماضي تم مستمر ولا ماضي مستمر وما بتجيش مستمر ايه خلاص كده داما في البسيط خلاص كده خلصت. فلما يجي قولك احفظهم عشان مهمين اوي بجد. فهو هنا اي يجي قولك اي هاف بين نونج. ده صح? غلط طبعا. هي اي هاف نون على طول. جبالك مضارع تام. لكن يجبالك مضارع كده هي جاية اي في زمن اي طيب. هو انا حطها لمضارع عشان هاف. وبين يبقى تام. وفير باي نجي يبقى مستمر يبقى مضارع تام مستمر غلط. ليه? او انا اجاب لك في ليه? في المضارع التام على طول. علشان نو نو والحاجات ده كلها زي احنا قلناه من فوق. ما دي جوش مستمر. خلصت. ناجي بقى للباس تنس. تعالوا كده باس يعني ماضي صحي كده? يبقى هاد. تمام? يبقى عايزة تصريف التالت خلاص كده يبقى ده الماضي التام على طول. طيب هتعرفوا بقى ان احنا لسه ناجي ناخد الماضي التام المبني المجهول يبقى هجيب لكوا بقى بين في وسطهم. طيب اه عايزة ايه بقى تاني? الفيوتشار طبعا وهنا اجيب لك على طول. طبعا بيقولك الساب الماضي التام عشان اعبر يا شباب عن فعلين في الماضي. احدهما في واحد حصل قبل التاني. تمام? يعني اقول لك افطر هي هاد يعني هو دلوقت يعمل ايه الاول? مين اللي حصل اول? زاكر. وبعدين راح للسرير. يبقى في حدثين اهو فعلين اللي هما المذاكرة الاستضى والنوع للسرير. اه 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 الاتنين دول الحادثين اهو واحد في اهم حدث قبل التاني بقى ورد كلا من استخدام الماضي التام الماضي التام مهم و هيجيلكم انه سؤال في الامتحان. مهم جدا 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 جدا. طيب ارنجي بقى الفيوتشار عشان هجيلكم من الفيوتشار كتير اوي 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 اوي. عارفا ان احنا طوال لنش هارفة فيه ايه 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 ايه. طبعا يبقى خلصنا. عندكم دين ملكونش اطلاقا يعني. حانبقى خلصنا بقى بعدين بقى مش هخلص نعم مش هقفل فيديو يعني هرح جيب لكم القطاع. تمام طيب. بالنسبة ايه. الفيوتشر. ايه. وعليكم السلام. ايه. نسان ام جوينجو تو يا شاب بو المصدر اول ايه اي 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 ام جوينجو توضو سمسنج تمام انا فنيت ان انا اعمل شها واي كل دول معاني متساوية يعني ايه يعني انا يا شبب خلاص عايز في دماغي هعمل حاجة معينة بالفعل قررت اعمل حاجة معينة بالفعل انا نويت اعمل حاجة دي خلاص كده يعني انا ببقى ناوي ان انا نزل لكم الفيديو فاقول لكم انا رايحة او ايام جوينجو جواب ثلاثت ايه يعني ا jaki انجليش محاضرة متعدAmericans ا hawai terimoo ماذا خلاص دي ايه وقال ثلاثت ايه مَا كيف ظل الارافج هو what i will انا اجب لكم ويال ارى شدار ناوي وفاق يا انا perdu� organizing my knowledge هشار hair hair grandma اما لو انا مخططة مش عاظت كامل قررت ول captures والنية لله بس فاهمني فده يبقى جوين جتوب طيب مضارع المستمر اللي احنا استخدناه هناك احنا اعتبر خلاص خلصناه انا هنا بنستادة مضارع المستمر عشان اقوله قررت يا شباب ورتبت وجهزت خلاص انا جهز مثلا فرحي ينكزة وفرح ينكزة ده بالسائل ملازم فيه ناس هتتعزم وفيه قعه تحجز وفيه مش عارف اي وكذا يعني ماشي اه كنت حاطش يضحك ده بالنسبة المضارع المستمر خلاص وياللي بقى والقرار سريع ده اول حاجة اللي هو مثلا الباب بيخبط خلاص اروح افتح مش عارف نعسانة يبقى هو مشرب قهوة وهكذا فاهمين مش عارف مش عارف اللي مش عايز اكرا كل الحاجات دي بحساس هو خلاص يعني طبعا جبتلكو الحاجات من غير ما ما شوف الاسئلة حاولت ان انا ادي لها نصيحة but she won't listen ما سمعتش فممكن استخدم برضو ده عشان اقول اني حد رفض نصيحة ورفض حاجة معينة يعني مثلا اقول ليه العربية وانت تستارت مش عايزة تدور مش عايزة تشغل يبقى رفضت رفضت shall i و shall we طبعا ده to ask some body opinion ده لما اسأل يا شباب رأي حد يعني اقول لكم مثلا رأيكم ايه في الرحلة مش عارف ايه وهاي كذا تمام فلما اسأل some body opinion ايه طبعا will i meet you at the station asking about the future fact استخدمات will مهمة جدا يا شباب باستخدمها عشان حقيقة او زي ما انتم شايفين استخدمها عشان نعمل او عرض ايه ده شائل طبعا ايه بقى تاني other ways to talk about the future او باستخدم افعال انتم انت خلين او باستخدم افعال بخطط ان انا بيع الاسكوتر بتاعي. اسكوتر اللي هو اللي بيستخدموه اللي بيلعبو بي ده. اه فكده ايه جابنا البلانينج والحاجات دي طبعا بيبقى اغلبهم يا شباب. اركزوا معايا. وما مستخدمين هنا ايه سينكينج. فاكرين سينكينج. لسه بقولوك ما تجيش مستقبل. جاي هنا مستقبل اهو. الله ما بلغت جاي هنا مستقبل. اه بس عشان اعبر عن المستقبل. خلاص كده? طيب. جاي هنا مستمر عشان اعبر عن المستقبل. والنور قطع. والفيديو ده هي اخر عشان ينزل بهم ان النور قطع. انا عايزة نهي. ده اه 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 مسلا. انا الحاجات دي النهاردة. واكزة بستخدم برضو. ناس انا اقوله عشان اعبر عن شيء. اللي انا اصلا اه 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 رتبت له. مسلا اقوله الطيارة. دوتو تيك اوف اه انا باوت دونتي تي منتس. يبقى ان كده دلوقتي حاجة مرتب ليها او اساسية. دو على وشك. على وشك ان هي تقلع. تمام كده? خلاص كده? طيب. اه بي اباوتو علشان برضه اقول ايه فيريسون انه يحصل. يعني مسلا اقول ايه شيء ازا باوتو هافا بي بي خلاص قربة تولد. يعني مسلا في الشهر التاسع او حاجة. فركزوا بندوتو. واباوتو عشان مهمين يا شباب في استخدامهم. دي عبارات. وفتكروا ان الافعال دي هو بوب لانو الحاجات دي بستخدموا عشان اعبر عن المستقبل. واقول ان انا لأ ان شاء الله بتمنى ان يحصل كزا بخطط ان يحصل كزا بفكر اريد ان اكي اوها كزا. فيرشال كولوزيس اي اه ويف لما بستخدم ايف بقى في المستقبل والحاجات دي دي. وين واس ون از وحاجات دي. فلما زي اقول يا شباب اس ون اس اي جيت هوم اي ام جوينجت وهاف الشوور. يعني شباب بمجرد ما انا هادخل البيت خلاص انا هاخد شوور على اخر بقى مش مستحملة والجو حر وهكذا وفي عرق وكلام ده كله. اه فده اللي هو بمجرد. فجبنا مين? ركزوا بقى ان انا جبت الاول مضارع بسيط. يعني جبت اي او فاعل وبعد كده جيت مضارع بسيط اهو. وبعدين جبت المستقبل بسيط يعني جبت بعدها اي اي اجيتهم اي 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 ام جوينج ايه بقى تاني يا شباب انا قلت عن دينية هو دلوقتي بيقول لك ايه حاسس ان انا اي فيل تريبل عشان كده انا يعني شاكك ان انا ممكن اكون هبقى مريض عيان فهمني لو حاس ان واحد يقول لك ده انا حاسس ان انا دائق فده انا هيجي لي يبقى هرجع فده مهم اوي جونجج تولي حاجات دي كلها ناجي بقى ال ايه و اان ادويات الناكرة ايه بستخدمها قبل مثل نحاجز حيبوق اان لما كن بدأ يا شباب بكلمة بتاعتي بدأ ب اا حاجة متحركة ومش مش لازم ماما نرد على ماما سواني نكمل يا شباب ان دلوقتي اان بستخدمها لما بيكون صوت متحرك عشان مشرط يكون الحارف متحرك لأ لازم يكون صديق. يعني ما احدش يقول لي ده اي ده بدأ باي بس ممكن تكون بدأ باي او او اي او اي او اي حاجة من الحرف المتحركة هو بس مستخدمش اان ليه مدتنيش صورة الحرف المتحركة. اقول لكم الاستثناءات اللي هتاكي كده كده ومش مش هعمل زي ايام السنوية يعني ويروح يجيب لكم حاجة من هولندا ولكن لا يعني هقول لكم الاشهر دلوقت. افتكر بس ان ايه اللي بتكون الكلمة بدأ بساكن وان للمتحرك خلاص كده. طيب بالموم يمكن استخدامها مع الوظائف اي او اي او اي او اي اي ا?. ممثل ولا اكتر والدكتور واركزة. اه مع العبارات او اورنج تعم والنال طيب عندنا ده طبعا تمرين عدو التمرين والحاجات دي كلها زي بقى هو عمتا انا بقول لكم الموضوع اصلا يعني او 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 ان ده حوار عند السنوية العامة عنده الاسنة ويكمان مش تالتة بس اه هنا هو انتو بس ما تعرفوش غير كده يقول لكم حاجة متحركة بدقة متحرك تحطولها اقان حاجة بدقة بايه بساكنة تحطولها ايه وخلاص كده طيب بالنسبة لزي بستخدمها علشان اعمل مسلا حاجة فريدة من نوعها اقول الامر زمون مسلا زا ايرس مسشاهد مسلا انا فري ده من نوعي مش غرور انت عارفين انا ما بتغرش انا بحزر والله اه طيب ايه ايه في حد لسه ما حدش لايكات طيب ولا حد كومنتات يا جماعة ده يعني انا سيبكم من اي حاجة فين الزوء طيب يعني يا ملائكة الرحمة اه طبعا بس اطبعا مع عبارات زي ايه برض يا شهب انزا سيتي سنتر انزا ميدل او انزا اي تس يعني العبارات دي دي تمام بتاقي برضو معهم اقول انزا رايت انزا ليفت اه في الاسار في اليمين مش عارف ايه اه انزا طوب في في اله في الاعف الفي البوتو وهكذا واimiento كذا ماشي زي سيlebها دي مهمة ويمكي Hospice له هو باض учكrica دي أعرض الحاجة دي يا سايد ويتش اللي ها اوه حلوة الحد و motivates برضو مهمة قوي قوي بجد ولا هي ثاني مهمة ايه حلوسة ايه حiarت يا سان داوتش Greatという kernis ولسمت ايه خلاص ليس اعادت يا فكلت يا وباش analytic ويتش انا ما Hatice أنا قلت يا صديد ايش مالف lod aşk конечно كالت السندويتش هنا انا عرفه معرفتوش بحاجة لكن الناس ناكرة واصلا اسمها اداة ناكرة خلاص فيبقى حاجة ناكرة مش معروفة فقول اي اي تا سندويتش كالت السندويتش تمام لكن اي اقول بقى اكمل بقى الجملة عشرة فيها هيجبها لكم والله والله ان شاء الله لا يجيب لكم حاجة زي كده سندويتش واس تا سندويتش اللي انا لسه متكلم عنه دوقتي قلت ان انا كالته كان حلو كان دليشوس كان لزيز وهكذا فهميني طيب قابل اسم مثلا اقول ذا كل وهو معينوه البنت اللي انا عرفها الرجل اللي وز ابريد اللي مثلا اللحية وهكذا او بيرد بفور مثلا اقول ذا موست امبورتانت تيشو او ايشو سوري اللي هو القضية المهمة او اول زا فيروز الفراعنة وهكذاран فهميني ايه 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 او ايه اا نائل و اكذا اي يونت يوز جل مت shady وآلا خلاص حاجة معروفة حطلها ايه دي بقى كده بخليها ناكده وكايرو معروفة القاهرة لندن وكذا مع الكونترز يبقى كده خلاص تاونز وستيز مدن والكونترز البلاد بقى والدول ايجيبت سوريا شباب سواني نكمل الفيديو اللي الناس همات قطعنا فيه دي قلنا مش بنستخدمهم مع التاونز والستيز تلعي حاجة الكونترز يا ايجيبت مش محتاجة ده مصر ده مصر ام الدنيا محتاجين ايه محتاجة اداة نكرة ليه محتاجة زالية يعني تمام طيب ممكن مع باي اقول باي اكار ولا باي لا تكسي ولا متنفعش فتمام مع باي كل Hause مع التاوية بان ولك خلاص mesma اقول اه وانك لوك ولا وساهооك لوك ولا وبايز زاك لوك الحاجات دي لا ومن من يعطو كل ما نفرش اقول عنزة من تzeń لا حاجات ديمون يا شباب ممكن اقول couldot work groot فاكرا السينيما هناك فاكرين السينيما هنا Impf انا اقول لها لا اعطم لا اعطم اطلق ايكم في السجن احطان من الان افضل الحجر انا اجيب لكم احطان من الان افتاة بريك فاست ولا الحاجة دي هاف بريك فاست على طول خلاص كده طبعا ده كده خلاص اكمل لكم السعب المرة احنا خلاص طبعا عن 48 تقريبا ان الكتعة مشينا اصلا الاختصارات تبقى في الفيديو حدا ما اجيب الكتاب اللي في القطع تعالوا بقى اشرح لكم الكتعة بتاعت آآ نيرفا سيستم عشان اعلمكم حاجة فاول بشرح هينعم الفيديو هيطول جمد وهيعوق في النواة ينزل بس مهم بقى بصوا النيرفا السيستم بيقول اللي انه كان بي دفايد انتو تو بورتس بيستقسم لحاجتين ده حاجة انتو اخدينها اصلا قسمناهم لسنترال وبريفرال خلاص خلاصنا دي اول معلومة عرفها من الكتعة زي سنت هيجب لكم بقى كتعة موجودة عند لكم كده نصر بطبعا مش هيجبها كلها اكيد بس هيجب لكم جزء منها والجزء ده ولا هيكون عليها الاسهلة تمام بيقول السنتر نيرفا سيستم بيكون من بريينوس بين الكورد خلاص خلاصناها وانجيس بيكون مسؤولة عن ايه بروس سينجز انفورميشن هعمل عملية ايه المعلومات which is sent to a or received انها بتتلقى يعني يا شباب المعلومات اا من البريفرال نيرفا السيستم which is missed up او بيكون ميد او بيكون من اا الباضيز نيرفا العصاب بتاعت جسمي كمان بيقول ان البرين او المخ ده بيعمل اا بروس الانفورميشن ويل زي سبينال كورد بينما او اثناء الحبل الشو كده بيكون شغال زي نظام كده لانه بيعمل المعلومات بين الها والايه والامبليوسيس او نبضات كمان كمان بيقول الانفورميشن اللي بتتنقل من خلال السنتر نيرفا سيستم بتقول او بتلزل اور باضي اا هاو تود ااكت انا سيرتين سي تويشن يعني بتقول الجسم بتاعي ازا يتفعل في مواقف محددة وكذا تمام يا مش ها مش ها عشان وقت الفيديو مش هكرا اقول لها بس انا انا عايز اكم مسلا هنا اول سؤال بيقول لك اي ايه الريس بالاتوري سيستم فيما يخص الجهاز تنفسي طبعا اول حاجة اموفا بيقول او فكسد بليس او بورت وير تو بونز او المنتس في السكيلتون جوين يعني عظمتين بيتجمعوا مع بعض دلي انا فهمتو انا خلال انا مش عارفة ترجم السؤال كله بس عرفت انو بيقولي تو بونز عظمتين ماشي بلي سكيلتون جوين بيحصل لهم من ضمام مع بعض او جوين مع بعض اكيد لا ده الجهاز تنفسي تمام طيب ازا بورشان اوف زا يلي منتري كنال اكستيندينج فروم الاستومك تو اينس واط جوز ماشي بيمتد انا انا بجيب لوك اللي احنا في منه بيمتد من المعدة لحد الاينس اللي هي فتحة الشرب واط ده الجهاز تنفسي زا تيت اوف الورجانز زا تألوز بيرسون تو بريز يتنفس طبعا كلمة بريز هنا ده الفعل من بريز التاني ينفس تمام طبعا هو اخره الفرق بينهم حرف الايلي في الاخر ده بس ده الفعل يا شباب فهو انا المجموعة من الاعضاء اللي بتسمح للشخص ان هو يتنفس خلص من غير ما يكمل بس هو مكملك ولا جاة وكمان بيحصل اكستشينج الاكسجين والكاربون ديكسيد ده تبادل بين مين بالاوتو والكاربون ديكسيد خلال مين الجسم ده خلص ده الجهاز تنفسي وش فهمت هو الحل بيكون كده يعني من حتى مقرأ من قبل مقرأ القطع من قبل ما اعمل اي حاجة هحل كده بس تبعد بقى لو مسلا وليت عندي حاجات وكذا طبعا لو في وقت كنت تحليب بقى الاسئلة بس اريد حلالكو ان شاء الله بعتالكو عالجروب وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهاردة وان شاء الله الانجليش كويس بس تهتموا بيه اوي اوي وخاصة في بعض التكات كده في الجرامر نخلي بان لنا منها وان شاء الله هياجي سهل اوي اوي وتطلع مبسطين بس انتو تهتموا بيه برضو والسلام عليكم ورحمة الله